السلام عليكم خاصة ان شاء الله تكونوا ملاحق بما نبدأ في الموضوع اشتركوا في القناة فعلوا الجرس باش يصلكم زدية نتكلم اليوم على غياب بعض القادة العرب على قمة العربية في الجزائر خاصة دولة الخالج واش هي الاسباب اللي خلاتهم يتاخذوا هذه الخطوات كنت تكلمت في فيديو سابق هذا اللي رويبا امامكم بينتبلي هذيك الروايات اللي رام يدولوها في الفيسبوك وفي اليوتيوب على اساس انه روسيا حذرت محمد بن سلمان باش ما يخرش خارج السعودية او لا لانه رايكينا محاولة اختيامي عند امريكا هذه لا اساس لها من الصحة لانه مراهيش منطقية مراهيش طريقة لتتصرف بها امريكا مع الدول مثال الكبرى وايضا نحن نعرف بلي محمد بن سلمان راي عنده العديد من التحركات يعني عنده خارجات للخارج وعليها ناش فتبلي مراهيش منطقية الانه راهي تأكدت لو كان غاب محمد بن سلمان وحده نقدره نديره له اي عذر ويكون منطقي حتى اصلا مراهيش يأثر على القمة قال كان مرياذه ولا عنده مشاكل داخلي يرايك هنا اخبار على محاولات انقلاب مثلا روسيا حذرته ولا اي واحد يعطيك عذر عادي ولكن الان بعد ما تأكد غياب كثير من الامارات تاع الخالج حتى وكاللي ما زال ما تأكدتش ولكن رايك هنا اخبار اخبار يعني قوية باللي البحرين سلطانة عمان الامارات يعني معظم دول تاع الخالج هذا وش يمعني؟ هذا يمعني باللي هذا الدول تاع الخالج تلاقى وبقيادة سعودية وبدرجة اقل الامارات هما هذيك سلطانة عمان ولا البحرين خاصة ان البحرين ومن لي شفنا هذيك الاحداث في 2013 ولا يعني انتفاضة شعبية ومن بعد الدخلة السعودية مباشرة ولو تبعي لها يعني في القارارات مئة بالمئة ما ينقشوش باتاتا وعليه السعودية والامارات اجتمعوا مع دول تاع الخالج واتخذوا هذي القارارات وهذي الخطوات باللي ما يجوش للجزائر ويعاملوا على افشال هذي القمة وعليه واحد ما يبدأ يعطي لهم يعني في التبريرات خاصة خاصة السعودية لانه نعرفوا باللي كان بزاف جزائريين متعاطفين مع السعودية وكالا ربما اللي يحبوها اكبر من الجزائر علاش لانه يشوفوا فيها من منظور ديني برك ما يعرفوش وش هي الخبايا تعني ضام الحكم العلاقات منذ التاريخ يعني منذ التأسيس مع المخابرات البريطانية مع المخابرات الامريكية مع اليهود يعني كان بزاف تعقيدات عفون يجين هارون ديروا لها فيديو عن قارب ان شاء الله نعطوا بزاف حقائق يعني بالأدلة ما يهمناش لك روحوا التساؤل المهم علاش الدول تعل الخاليج بقيادة السعودية هي السعودية هي اللي اتخذت هذا القرار علاش تخذوا هذا القرار الجزائر مش عرضتهم الكاش منتادة لتطوير الاقتصاد ولا ما يجوش لو كان عرضتهم الكاش منتادة ولا كاش استثمارات هنا يجوه لو كان كاش حفل مثلا قل بمناسبة أول نوفمبر راح نديروا استعراض تعلجيش وكاش حاجة مثلا تاريخية يجوه أنا اكد لكم يجوه مش مثلا انقاذ من الجزائر ولا كما جوش كما رام حبيني بينه بعض الأشخاص ولا لا لا ما جوش لأن القضايا انتاعك ولا الأجندة القمة العربية تتعارض مع الأهداف انتحوم المستقبلية 180 درجة وتتعارض مع السياسات انتحوم احنا الجزائر وش هي الهدف الرئيسي من هذا القمة هي توحيد الفاصل الفلسطينية لم الشم العربي إصلاح القمة العربية ضد من لمو الشم ضد بعضانا ولا لا لا ولكن ضد إسرائيل ولا مثلا تدخلات الأجنبية وهذه المعارات بصفة عامة شكو اللي راي تدير فيها راي تديرها إسرائيل كيفاش تروح انت مثلا بلاد كيمة الإمارات هي بلاد مطبعة للنخاع ورا يزيد حب التطور في العلاقات تجي تحضر لك قمة تاريخية مثلا لوقف التطبيع ولا مثلا ضد إسرائيل من المستحيل السعودية أيضا السعودية لي حد الآن ما قاموش بالتطبيع رسميا ولكن ما راهم مش مثلا معارضين ومياد بالمياد ولا راي كينا نوعا ما كيما يقولوا أخذوا رد وشفنا غير كيما سمحوا الطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق الأجواء السعودية هذا قرار عنده غير شهور برك وكان كينا كلام كبير في الصحف العالمية ليس صحف عربية صحف بريطانية صحف عبرية صحف أمريكية باللي السعودية تتوجه للتطبيع مع إسرائيل ما قدرش يقوم به في هذه السنة وتعني الماضية لأنه كينا مقاومة كبيرة مثلا في السعودية عندهم علماء بزاف يرفضوا هذا الشيء الشعب السعودي كايم بزاف يرفضوا هذا الشيء ولكن نراهم في الطريق الإمارة قبل ما تروح للتطبيع فاتوا عشرين واحدة للخمسة عشرين سنة وهو معكم تعرفوا في المهراجانات ويجيبوا مثلا دار السياحة ثم يعني تعرفوا دبي كيف شولت كيف كيف السعودية هذه المهراجانات وهذه ينحي لي تعال أمر بالمعروف ودير لي لجنة تعال الترفيه ورن نشوفوا المشايخ الرجال الدين الحقيقيين يدخلوا للسجون ورن نشوفوا الأئمة اللي رهم يقدموا فيهم هذا تحذير للناس يحذرهم للتطبيع لا ربما يكونوا على خمس سنين ولا على عشر سنين ولكن محمد بن سلمان التطبيع عنده في الأفكار انتعوا وعليه انتك جزائر ما يقدرش يحذر ليك في قمة عربية لا ربما تقولهم ما ينجرموا التطبيع ولا مثلا يتأخذوا قرارات تاريخية لمواجهة إسرائيل ولتوحيد الفلسطينية والكلام على مثلا إصلاح الجامعة العربية قالوا ربما نديروا جيش موحد ولا يعني كلام كما هذا هو رح يكون ضد الآفاق انتعوا ولا ضد الأهداف انتعوا محمد بن سلمان مثلا أحب يدير التطبيع وعليش أحب يدير هذا الأمور مثلا في السعودية أحب يديرهم للعلمانية أرى نشوفوا الحافلات الموجون يسجن في المشايخ أرى نقول لكم محمد بن سلمان هذا هو أرى وحبي ولي مالك تقول لي هو أرى ووالي العهد سما أوتوماتيك ولي مالك ولكن كان معارضة كبيرة لداخل السعودية داخل السعودية ما رهوش قابلينه لأنه ما رهوش الوارث الشرعي محمد بن نايف هو اللي كان الوارث الشرعي وهذا محمد بن سلمان دار انقلاب عليه أمالا ماذا معارف باللي الداخل السعودي كمشايخ وكين ناس يعني مولوك وكين قادة جيوش وكين يعني ناس في العائلة الحاكمة ما كانوا رفضينه وعليه بدأ يستاعين نوعا ما بالخارج كيف بدأ يستاعين بالخارج وش حبي يدير حبي يبين روحوا للغرب لأمريكا خاصة ولا مثلا القوى الكبرى الأوروبية بلي أنا يا حداثي هذو رجعيين هذو متخلفين هذو متشددين وبدأ زعم يدير في الإصلاحات وما به لا إصلاحات لا هو له باش يقدم روحوا للغرب وعليه ما دام يقدم روحوا للغرب مش كون هم أقوى الدولة هي أمريكا واحنا نعرف علاقات أمريكا مثلا بإسرائيل يعني أكبر اللوبيات في أمريكا هي يهودية وأيضا نقدم روحوا لهذوك المنظمات اللي يتكلم عليهم الماسونية والحكومة الموحدة وكذا يعني هذوك راكم تعرفوهم وش يحبوه ما يحبوش دولة تكون دينية مهما تكون ماسيحية ولا يهودية ولا ليسونسيال يشجعوا هذه المظاهر اللي السعودية راه يتتوجه لها وعليه هو راو يقدم روحه للغرب وراو يقدم روحه لإسرائيل وراو يقدم روحه لهذه البلدان بللي أنا يقبلوني أنا متفتح أنا الخادم من تحكم وعليه من غير الممكن باش يتاخذ كشفه طوات ضد إسرائيل هلاش لأنه هو مآمن هو مآمن بللي المخابرات مثلا تاليهود ولا تأمريكا ولا تأبريطانيا ولا الحكومات الغربية بصفة عامة إذا ما كانوش راضيين عليه راح جيه صعوبة لإحتلاء الحكم في السعودية خاصة مع القاضية هذه الآخرة يعني اللي كانو شدينها له حاكمينه من يد اللي توجهتها خاشقجي حاكمين عليهم حاكمين الفيديوهات حاكمين الاحترافات حاكمين كل شو حاطينه له يعني في الدرج الوقت اللي يحبوا يتجبدوه له يتجبدوه له يقدر يجي واحد يقول يراني نشوفه في السعودية تتحدى في أمريكا في أوبك بلوس مثلا وراي رايحها للموجمع الشرقي بقيادة روسيا والصين وحبها تنظم إلى البريكس أنا نقول لك هذه المعلومة غالطة تماما محمد بن سلمان ما راهوش يتحدى في أمريكا ولكن راهوهم ضد بايدن فقط شخصيا ضد الإدارة الأمريكية اللي راي تحكم ذركا وعندهم دعم كبير داخليا في أمريكا هما اللي راهوهم يعطوهم الضوء الأخضر كاين ناس في المخابرات كاين ناس في الكونغرس كاين ناس حتى في البيت الأبيض راهوهم مع الطرح تعمى محمد بن سلمان أعلاش لأنه مؤخرا هذه السنوات الأخيرة رانا نشوفو كاين صراع كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين ما كانش محدد مالف كانوا ديمقراطيين يعني يتصارعوا بالبرامج والانتخابات ولكن ذركا لا لا والله الضرب تحت الحيزة شفنا مثلا تم يعني الاف بياي وصلت وين راحة تتحقق مع مع ترومب راحوا الفيلانتاعوا والدوى ثائق وشاهروا به يعني في الإعلام في الجهة الأخرى رانا نشوفو مثلا الجمهوريين حابين يورطوا ابن انتاع بايدن لأنه ابن انتاع بايدن عنده فضائح تحفاساد ومع ابنات وكذا يعني حكايا كاش مرة نحكو عليها راح لوحد ريباراتور يخدم له الميكرو ومبعد نسى هذك الميكرو الصحافة قدرت تحصل على هذك الميكرو وشافوا المعلومات اللي فيه يعني جبدوا له خرايب كبار ورام حابين يشارعوها هذه الصوالة ما رانيش ما الفين مثلا نشوفوهم في أمريكا وعليه الجمهوريين رام يدعموا في السعودية ويدعموا في محمد بن سلمان قالوا له دير كل العقابات مثلا ولا باش تخسروه لأنه في نوفمبر منتصف نوفمبر راح يكون انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الكونغرس الامريكي ذكرهم خمسين خمسين القائد انتاعو برك رايم رجح الكفال الديمقراطيين واحد وخمسين لو كان يددو لهم الأغلبية في الكونغرس بايدن تقريبا راح يخسر ولا الديمقراطيين بصفة عامة تخسر يقدروا يعطلوا لهم كل القرارات انتحهم كان بزاف ناس رام يقول لك راح يفتحوا مثلا تحقيقات جمهوريين اذا قدروا يددو الكونغرس راح يفتحوا تحقيقات تحقيقات في السلامة العقلية والاستينتاع بايدن ايضا كما قلنا وليدو يعني رايكين ضرب كبير وعليه السعودية ما راح يلا لعبة في ايدي هات الاشخاص هما كان مساعدهم ترامب شفنا ترامب كي كان هو يحكم الاوامير انتاعو كيفاش كان تهبط البيترول طلع البيترول ارواح شريطائرات ترامب قاعد محمد بن سلمان ترامب قاعد ترامب قاعد محمد ويقولوا ما راح تدي كانت من اكبر كما يقولوا الصور المهينة لمالك او رئيس في العالم يجيب لك لوحة ويقول ما راح تشريه وعليه باختصار باش نديروا خلاصة الغياب تاع السعودية او الامارة او الامارة او الالدول تاع الخليج انظر كاياتو اي عذر ولا مراهوش مقبولة لاش لانه بينات انه وينتحهم وهي مؤامرة على هذه القمة على العرب وهي مرايش مؤامرة على الجزائر ولا كان بزاف نصرام يسألوه كيفاش الجزائر فشلت ولا لا هي ما نقدروش نحتبرو الجزائر فشلت لانه ما كانتش راح تدي مثلا قرارات الصالح انت حاب بارك ولا لا لا كانت حابة تدير اصلاح للجامعة العربية الجزائر فشلت في حاجة يعني اننا ربما انقرو بها هي فشلت في القيراء قيراءة صحيحة لهاذ البلدان انا منش عارف كيفاش تروح تجيب مثلا بلد كيمة الامارات وراك دير في بالك بلد يتقنع لك ولا حابة تخرج لك قرارات ضد التطبيع ولا تجيب المروك وتدير قرارات ضد التطبيع ولا الاردن ولا البحرين يعني دول هي اصلا مطبعة وتفخر بهذا الشيء ورمية عملوا عليه بوغال السعودية ما زال ما وصلوش ليه تقول لا ربما نخرج منها قرارات مثلا تونس كانت بين وبين تاردو ولكن قيس سعيد نعرف الافكار انتعو يعني ضد اسرائيل خاصة في البداية الحكم انتعو كان عنده تصريحة جارئة يعني كان بعض الدول نوعا ما ما رحيش مستهدافة بزاف ولا راي رافضاتو ولكن كان بعض الضغوط ما عليش قال احنا نجتمعو ونديرو كل ما قال نديرو بيناتنا كيم يقولو معاهدات ونديرو شاركات اقتصادية وتعاون ونتطور مع بعضانا باش ما نحتاجو لا امريكا لا اوروبا مثلا لا اسرائيل ويضغط علينا ولكن بلاد مطبعة حقيقا مطبعة في الجهر في العالم ويفخروا بها وحابين يزيدوا ينشروها البلدان واحد اخرى كيفاش يجو يطوك عهود ضد تطبيع انا كنت نشوف باللي لا ربما الجزائر عرفت كيفاش تستغل الوضع الراهن ران نشوفه باللي كان نوعا ما خلافات اللي ذكرتها سابقا بين الادارة الحالية بايدن والسعودية وايضا بين الامارات ران نشوفه باللي كان علاقات نوعا ما راه تتزايد بين السعودية وروسيا ومثلا والصين والجماعة تاع البريكس وكذا قلت بالك الجزائر عرفت كيفاش تستغل هذا الوضع الراهن ويتخذوا قرارات قرارات كما يقولوا وضرفية لربما تدوم ست شهر عام عامين واني اعرف باللي العرب ينقذوها قلت بالصح لا ربما ما قدرت تجمع بيناتهم ورح يتخذوا قرارات في الالفين واثنين وعشرين وبعد حتى يحبوا يدوروا عليها ما عليك ولكن خرج الاعتقاد متاعي هو الصحيح انا عارف باللي العرب ما يتفقوش على كلمة مهما تكون حتى و تكون قاضية بسيطة وكانت قدر تجمعهم هكذا في غرفة من المستحيل باش يجتمعوا فما بالك يجتمعوا على تحدي كبير ولا قاررة كبير ضد اسرائيل وكانت قولوا اسرائيل تسمى من المراهة امريكا وعليها ما نشوش بلي مثلا هذي خاسر الجزائر لا لا عارفت شكون هما أصحابها وعارفت شوزنوا مثلا دول هذه الخالج والعرب بالنسبة لي اسرائيل ولا حتى تعرف روحها هي في الميزان نحن نسوها عند هذه الدول الخليجية وكانت تضع اسرائيل في الكفة وتضع لهم مثلا فالسطين وشكون يغلب راح يفضلوا اسرائيل لو كانت تضع لهم الجزائر في الكفة واسرائيل تعرفوا وخير الدليل هذه القرارات التي تتخذوها مؤخرا لنشوفها وما كناش نعتقد بلاد كالكيمة السعودية والأمارات والمصر تحتبر حركة حماس حركة إرهابية وكذا كانوا يفخروا باستعظيفهم ويفخروا باستعظيفهم مثلا بالأموال والأسلحة ويتجرموا فيهم مباشرة وعلي هذا هو الرأي انتعين الناس اللي رأيت سقسيه في التعليقات ومع الأخير �ways اعجبوا الفيديو album ترجمة نانسية ومعナص بشاهد وحركة او ابطائد اعجبال فريصة مسئ Então يشعر موا المترجم للقناة